بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا نوحينا إلى رجل منهم أننزل الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يذبر لمر ما من شفيع لله من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تتذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم ما يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالخصة والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب نليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات بقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرضون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمهنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك ما واهم الناروا بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تدري من تحتهم لنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعدل الله للناس الشر واستئجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرضون لقاءنا في طغيانهم يعملون وإذا مس لنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرك هل لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءكم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرضون لقاءنا في قرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أبراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذب لو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشرفون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفون ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد براء مستهم إذا لهم مكوا في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمتون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظلنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء ننزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس ولا العام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظلن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أتاها أمرنا ليلة ونهارا فجعلناها حصيدا كهل لم تغن بلمس كذلك نفصل الآيات بقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراف مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا جوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وذومهم قطعا من الليل مظلماء أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم دميعا ثم نقول للذين أشرقوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاء ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاه الحق وضل عن ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع ولا بصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر لمهم فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرقون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفتنون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحقون وما يتبع أكثرهم إلا ظنّا إن الظلن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فاتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عمله أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفه أنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفه أنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم نحشبهم كهل لم ينبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدوه أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقصة وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعل إلا ما شاء الله لكل أمة نجل إذا جاء هجل فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون قل رأيتم إن تاكم عذاب مبيات أو نارا ماذا يستعدل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعدلون ثم قيل للذين ظلموا زنقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قلي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا النظامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصد وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات ولا ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحييه ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءت موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخيروا مما يدمعون قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلتم منه حراما وحلالا قل لا الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا وما تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يحرسون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلوا عليهم نبأ نوح قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأدمعوا أمركم فعلى الله توكلت فأدمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم أمة ثم قضوا إلي ولا تنزرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة الموزرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون موتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألكم ما أنتم ملكون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بإسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عملا مفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعلي توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب لليل قال قد جيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعروا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين آلان وقلع صيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عناياتنا لغافلون ولقد بوانا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءه العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يطرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من القاسدين إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يرغوا العذاب لذين فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناه إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله ويدعل الرجس على الذين لا يعقلون قلوا انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأنا قم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين